جماعة على السريع على السريع رح أرجع أعمل شايك أب سريع على كل شيء أول شيء بليز كلياتكن أهلا يا محمود أهلا وعليكم السلام الحمد لله بخير يا قلبي طيب شباب صبايا هاي دي البارت لازم نكون على القليلة نحن بنعرف ولا يهمك أوكي يا محمود تمام ولكن ركز عمول معروف لأنه أنا هاي ده هلأ بدي راجع للاختبار وبعدين بدي أعطي بارت جديدة فبليز بالله عليكم راجعوا لأنه هيدا كتير مهم لألكون أنا قاعد أقول لك أهو خلي حصل التباق والأربعات من كل سبوك يعني خلي نحصل تباق عرفتي عشان هو فنبعد عنده أولا تنجليزي تجي أوكي جماعة أول شيء بدي أقل لكم إنه نحن هاي دي البارت بليز يا ريت الكل يركز عليها هون هني أجزاء أو البرتي طبعون أو الاسباس يعني بتليقوا هات ثلاث كلمات ممكن تنطرح اسباس بارتي هما بيعنوا أجزاء أو أماكن المدرسة طبعا شو اللي أنا بدي تعرفوا فيها بدي تعرفوا اسم كل وحدة يعني لما بشوف فيك صورة أعرف إنه هيدا الفاصل هيدا استدائي هيدا الببيوتاك سلف سرفيس أو كون على القليلة حافظت لي كم واحد منهم مشان إذا هني حاولوا حاولوا أوكي حاولوا إنهم يعطونا مثلا إنه شو هيدو الأماكن أو قالوا لنا تكلموا عن أماكن الفاصل أو تكلموا عن المدرسة بشكل عام فأنتوا لازم تكونوا بتعرفوا أسماء الأماكن أوكي وبالتالي تعرفوا بكل مكان احنا شو منعمل أوكي حبيبي طمام فإذا يا جماعة أول شي لازم أنا تكون حافظة على القليلة ثلاث أو أربع أماكن على القليلة ثلاث أو أربع أماكن وكون عارفة شو بعمل بكل مكان أو لو كون بس فهمته على القليلة طيب بالبارت اللي بعدها طبعا الكلمات بليز بليز راجعوهم مشان ما حدا يقول لي والله يا تيتشر أنا ما كنت بعرف شو يعني كورباي ما كنت بعرف شو يعني أورلوج وكتير مهم أنتوا عم تراجعون برجعوا وبقلكم لازم تكونوا تعرفوا الكلمات إذا كانت مذكرة ولا مؤنثة لأنه في إجزرسايزز إذا ما بتعرفوا إذا هم مذكر ولا مؤنث مش بينفع يعني مش رح تعرفوا تحلوا الإجزرسايز ونحن بالآخر بدنا نجيب نتيجة صح ولا لا بدنا نكون علامتنا حلوة درجتنا حلوة هيدا الشي اللي بدي أقوله أوكي فالله ونصلي عن نبي شكت عم قولي حلوين أنا نسيت شو بدي أقول والله نسيت أوكي كنت بقول يا جماعة أنه أنا لما بدي أعمل هيدا بدي أكون عارفة الأشياء والأماكن وكل شيء إذا هم مذكر ولا مؤنث لأنه علشان لو أنا ما بعرف إذا هو مذكر ولا مؤنث الإجزرسيز بتاع الإختبار اللي حيجي عن مذكر مؤنث مش حعرفه هول اللي تركن فهموهم الكلمات اللي بتيجي تتعرفوا إذا إجا مثلا عندكم تي أن إي يي والله يا تتشر أنا ما بعرفش يعني التي أن إي ما ضروري تحفظوا لي ولكن إذا كتابو لكم مثلا تابلون يوميريك انتراكتيف تعرفوا أنه أوكي هيدا تي أن إي أخدوا أول لاتر من كل كلمة إذا كتابوكم سنتر دوكمونتاسون إدى انفورماسون تعرفوا أنه سي دي إي وتعرفوا طبعا معنيهم بالعربي طيب برجع بذكركم أنه إيليا وراها بيجي دايما أداة نكرة أو أرقام طيب لو إجت هذه الإيليا واضطرينا نحطها بالفورم نيجاتيف يعني حطيت أني حطوا لأ أدوات عفوا أدوات النيجاتيف واللي هني نحنا منعرفون يا جماعة نوي با فأنتو مجبارين على بساعتها إنكن شو تعملوا إنكن اللهم صلي على النبي تحطوا النوي قبل اللي الوي والبا بعد الأ هون وهون طب تمام هلأ بيصير عندي دو ودي أبوستروف أوكي بديلون لأنه كل الأدوات لما بدي حولها على الفورم نيجاتيف رح تتحول لدو ودي أبوستروف مك بي باستثناء شي واحد لو أنا كان عندي أهما مش عاطينكم ياها ولكن أنا رح قلكن علىها لو إجا السونيببا هذا الشكل قوعة 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 بحياتكن تغيروا الأدوات على هذه لا سونيببا بتخلشوا الأدوات زي ما هي تمام يلي هو الفرب قاتري يعني تحديدا فإذا نبعيد دائما النو والبا بحول الأدوات اللي الدو والدي أبوستروف ما عدا في حالة واحدة فقط واللي هي سونيبا لما بيكون الفرب قاتري موجود في الجملة تمام وبهذا الشكل طبعا مش بتشكل آخر بهذا الشكل تحديدا لكل فهم الفكرة ولا في حدا ما فهم تمام بيب تمام ننتقلها لا الفرب قال لي بليز احفظوه كتير منيح الفرب قال لي كتير مهم بيجي إجزرسيس خاص فيه كلمات الأسئلة يارات الكل يفهمها عنا كسك برجع بذكركم هما تلاتة كسك وك وكوا الكسك كلهم معناهم ماذا كلهم الفرق إنه الكسك بتجي بأول الجملة بالترتيب بالأول بتجي هون كمان بتجي بالأول أما هون بتجي بالآخر أو في الوسط طيب هون الأول والأول بما أنه مطل بعضهم كيف أقدر أفرقهم عن بعضهم الأولى رح يجي وراها subject than verb أما الثانية فرح يجي وراها عفوا verb than subject أوكي برجع وبعيد هن ثلاث كلمات بيعنوا ماذا كسك ك وكوا كسك بأول الجملة ك بأول الجملة أما كوا بآخر وبالوسط أول واحدة الكسك بيجي وراها subject وverb التانية بيجي verb و subject أما الأخيرة اللي هي كوا فبتجي بآخر الجملة ما ألا علاقة بقى بترتيب الكلمات داخل الجملة تمام جماعة في يكمل سكوت يعني تمام ماشي كم بيان دو يعني كم للعدد وكي للناس كي للعاقل ما تنسوا الله يخليكم لما أنا بتكلم عن ناس مثلا كي يفعلوا دفوار من اللي فعل الواجب كي ي كي بارل من اللي بيتكلم كي كي في دي بروي من اللي بيعملوا ضجة أو ضجيج فأنا بتكلم عن إنسان فما بينفع أبدا أبدا أحط ولا كلمة غير كي لأنه كي هي فقط للإنسان تمام ببعض الأوقات ممكن تشوفوا أدبات جر قبل الكي وهو اللي برجع بذكركم أذاك يعني مع شي يعني عند قور لي وآ لي أو على تمام فلما بيجوا هيدولي قبل الكي طبعا بيتغير معناها لما بقول أنا كي بار مين بيتكلم غير أذاك كي تيبار مع مين بتتكلم تفرق يا جماعة فطبعا هايدي هي ومننتقل للي بعدها بسرعة هيك منكو خلصنا البارت الأولى بليز برجعوا بذكركم في عندكن مقال يا جماعة والمقال طبعا حيكون ضمن المواضيع اللي نحن اخدينا مش رح جيب شي من المريخ ف المفروض أنا على القليل أعرف أعمل أربع جمل أربع لخمس جمل ماكسيموم جمل بسيطة سهلة بكلمات سهلة ما بدي أعد جيب من المريخ كلمات ما بدي جيب من كلمات ولا من جوجل بيكفيني أحفظ أربع لخمس جمل من كل وحدة وعلى أساسها أعمل المقال المقال عليه أربع لخمس علامات فبليز لا تروحوهن منكن أوكي بكمل 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 أوكي ومننزل للليونت اللي بعدها لسن التاني الكلمات برضو برجعوا بفكركم بليز احفظوهم لأنه الكلمات بتساعدهم كتير بتساعدكم بفهم الإكزرسايز والتمارين والاختبار تحديدا وصلنا هلأ على المواد الدراسية لو سمحتوا المواد في مواد سهلة مش بحاجة اللي أنا أفهمها ولكن في مواد من هون تقريبا من هون هي بحاجة تحفظ لو أنا مش حفظاها هأطلب منكم شي أو هأسألكم عن شي ما رح تعرفوا تختاروا الجواب الصحيح شاب بليز راجعوهن كتير منيح برجعوا بقول هوني استخدام الفرب أفوار يعني أنا باستخدم الفرب أفوار لقول أنه أنا عندي كذا مادة كذا فأنا فيني قول جي وورا دغري المادة من دون أداة أو جي كور من دون أداة أو جي أن كور دو وبحط ورا المادة من دون أداة لأنه عشان هيدا حرف جر مش أداة نكرة أو أداة معرفة يبقى أنا عندي خيارين الخيار الأول لاستخدام أفوار يا أما بحط المادة فقط من دون طبعا شو بيقوله أداة أو كلمة كور يعني حصة أو أنكور برضو حصة وراها بيجي دويا اللي هو حرف الجر والمادة من دون أداة تمام جماعة لكل ماشي الحال تمام بقدر كمل نعم تمام بنرجع وبذكر في عندي أفعال الميول يا شباب ويا صبايا أفعال الميول هيدا الأفعال بس لتشوفوها خلاص احفظوا هذا الشكل بس تتشوفوهول الأفعال وراهن رح يكون في عندي أدوات معرفة ولا شي غير المعرفة يبقى أدوري يعشق إما يحب بريفري يفضل ودي تستي بيكره وراهن نحط ضغري أدوات المعرفة يلي هني ل لا لي والأبوستروف تمام طيب أنا كده في ناس عندي غايبين عندي هقول الأسماء الموجودين يعني سارة مش موجودة كنزي موجودة حبيبة موجودة رحمة رانا يسر محمود وعمر البقيين مش موجودين جماعة أنا رح أخد سكرينشوت هلأ للحضور وأنا هالحضور اللي عم نزل صورته على اللهم صلي على النبي على الجروب هيدا اللي حسجل عليه الغياب والحضور بالأسبوع بتقولولي في ناس خرجت ودخلت مثلا أنا مبارح سارة الناس الموجودين واللي حطيت عليهم هلأ في عندي شخص اسمه آدم آدم بتسمعني يا آدم آدم خر لا والله آدم موجود آدم بتسمعني آدم طيب لحد ما يسمعني ويكلمني منشوف آدم إذا سمعتني يا ريت تكلمني فبرجع وبقول شباب صبايا أفعال الميول هول الأفعال الأربعة وراهن ما منحط إلا أداة المعرفة فقط لا غير تمام أوكي شباب آدم بتسمعني يا آدم آدم خرج شكله فيت كان بالغلط تمام فايا جماعة طبعا بنكمل وهيدا من أهم يلي أنا بديكم ترجعو تراجعوهن كتير منيح لأنه إذا أجدتكن جملة غريبة ما بتعرفوها كيف بتكن تختاروا مادة من المواد لو أنتو مش فاهمانين الجملة فأنا كتير بهمني تفهموا الجمل هذي لتقدروا تعرفوا من وراها شو المادة اللي بنتكلم عنها في الجمل خلصنا البارت هايدي ورح نكمل على أيام الأسبوع لجور دولاس سومان لجور دولاس سومان يا جماعة هون الدرس كله بيتكلم عن الأسبوع في مصر والأسبوع في فرنسا فالأسبوع في مصر رح يبدأ يا جماعة سامدي وينتهي فندردي أما بمصر أما عفوا بفرنسا فرح يبدأ لندي وينتهي بدماش هايدي التواريخ كتير مهمة كمان شباب صبايا بليز ركزوا علي أوكي كنت بقولكن لو إيجا عندكن اليوم وإيجا قبلوا الأدوات هذي اللي حكتبها هلأ لو وشك وطو كل هول الأدوات اللي ثلاثة بيعنوا إنه تكرار الشيء في هذا اليوم يبقى لما أنا بقول طبعا لو مش بس لو لو ولي لأنه أنا فيني يكون بتكلم عن يوم واحد وفيني يكون بتكلم عن ثلاث أيام مثلا تمام فأو لو أو لي أنا بكون بكرر بقول إنه هيدا الشي بيتكرر لو ولي بيجي وراهن اليوم عادي شك برضو بيجي الورا اليوم عادي أما تو فهنا عنا شغل بي تو تو ليها أربع أشكال طبعا الأربع أشكال هما حسب الكلمة اللي بتجي وراهن ولكن باختصار لما بيكون عندي هون تو وورا بلي ريال دايما التو بتاخد اس لو بدي قول تو ل مثلا هي ما بتجي تو ل لندي ما بتجي تو ل لندي أبدا ولكن مثلا تو ل موند مثل هون فأنا رح حط تو هذه تو لا فرح حط ت ولي توس ولي لما بتكون الكلمة مؤنثة فرح تكون ت ت و ت و و واضح شباب صبايا منتقل تذكروا شك ما بيجي وراها أدات شك ما ممكن يجي وراها أدات تو دايما في وراها أدات ولكن الأدات بتختلف حسب نوع الكلمية اللي جاي حسب إذا هو مذكر حسب إذا هو مؤنس حسب إذا هو جمع حسب كل هذول أوكي طيب هلأ فينا نقول هون الساعة مش رح أعمل اليوم كنت قيلتلكون بدي أعمل اليوم أو لا ليش خليني أعمل اليوم لأنه أنا اليوم بدي أشرح بارت جديدة وبدي أعطي توفر ركزوا يا شباب كنا حكينا مبارح أنه اللي عندي نوعين من الساعات عندي لار أوفيسيال وعندي لار الكورانت يعني العادية الكورانت هي اللي أنا بيستخدمها مع عائلتي مع أصدقائي مع أفراد أسرتي مع بابا مع ماما مع أخواتي مع مثل البتكنيين أما لار اللي هي أوفيسيال يعني الرسمية هي الساعة اللي أنا بشوفها بالموانئ بالمرافق بإلى آخير طب شو الفرق بين هالساعة وهالساعة الساعة الأولى أنا بتكلم عن الساعات من الساعة واحدة لحد الأربع وعشرين ساعة أما بالتانية فبقول وربع وتلت ونص وإلى ربع إلى تلت إلى عشرة وعشرة إلى آخر طبعا هون الساعة الأولى سهلة جدا أنا بس هشوف الأرقام المتوفرين قدامي على هيدا شو بيقولوله الديجيتل بيكون ديجيتل فأنا بشوف شو المكتوب وبكتب على أساس ويعني عندي هون يا شباب ويتار تمام ويتار شو بقصد أنا في ويتار بكتب ويتار طيب عندي هون تمانية وعشرة تمانية وعشرة سو بكتب ويتار ديس لأن العشرة يعني ديس طيب هون عندي تمانية خمسة عشر فبقول ويتار كانز لحظوا ما في شي حروف بينتهم بس ويتار كانز طيب عندي تمانية وثلاتين فويتار ترانت لأنه بحط الأرقام زي ما هي بعرفها أنا تمانية وأربعين يعني ويتار كارانت تمانية وخمسة وأربعين ويتار كارانت سنك تمانية خمسة وخمسين ويتار سنك سنك 12 يعني دوز 15 كانز 22 22 أوكي هون سهل كتير الساعة بال الديجتل يعني بالهو الأوفيشل طيب أول شي بدي أليكن أنه السؤال الوحيد للسؤال عن الساعة انتبهوا معي شو أصدي يعني في ناس ممكن تسأل مثلا أي ساعة أنت يا يسر بتنامي لا أنا ما أصدي هاي أنا أصدي هلأ كم الساعة لما أنا بدي أسأل هلأ كم الساعة سؤال واحد ما في غيره كال أصدي يعني الساعة كم نفس السؤال بيطرح في كل مرة أي حدا بده يعرف الساعة كم بيسأل هذا السؤال فقط لا غير هل عندنا غيره لا غيره بيكون بيتكلم على أي ساعة أنت بتعمل كذا بأي ساعة أنت رحت المكان الفلاني أي ساعة أنت ناوي مثلا بيخلص الماتش أي ساعة بيبدأ الماتش يبقى لما أنا بدي أتكلم عن الساعة وتحديدا كم الساعة السؤال واحد ما بيتغير كالوريتيل طيب دايما لما بدي يجاوب سواء بدي يجاوب بالساعة الأوفيسيال يلي هي الرسمية أو بدي يجاوب بالساعة الكورانت يلي هي العادية جوابي رح يكون إيل إيه وأقول الساعة برجاوب بعيد يا شباب ويا صبايا ياريت الكل يركز ما يعملوا معروف السؤال الوحيد اللي بيتسأل عن كم الساعة بالفرانش هو كالوريتيل سقط هايدي أكلور و كومبياندير ومدري شو ما بكون بعني الساعة بكون بعني بأي ساعة أو على أي ساعة أو مثلا الساعة كم أنت حتعمل كذا لما بدي أسأل بس عن الساعة هذا هو السؤال الموجود كالوريتين جوابي دايما رح يكون إليه والساعة واضح يا شباب عمر الجديد واضح يا عمر عمر بتاعنا حبيبة كنزي رحمة رانا يوسر محمود سفا كلنا تمام 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 كنت بقول أنه الأوفيسيال بس بقرأ ديجيتل وبكتب هل بحط حروف بيناتهم لا هل بحط أي شي بيناتهم لا بس بحط الأرقام الموجودة فقط لا غير طيب تمام خلصنا من الأوفيسيال بتاعوا نروح على الكورانت الكورانت إذا بتتذكروا نحنا مثلا أنا بدي أقول لكم هلأ الساعة تنتين عندي وتلت الساعة عندي تنتين وتلت ما بقلكم تنتين واثنين وعشرين هلأ فيني أولى مش يعني ممنوع أولى ولكن اللي نحنا متعودين عليه أن نقول اتنين وتلت هيدا اللي نحنا متعودين عليه هيدا اللي نحنا منقوله لأهلنا بين أصدقائنا أصحابنا إلى آخرين طيب أنا كيف بدي أقول لكم التلت ركزوا معي عندي الربع يعني كار التلت هنعتبرى 20 حلو يعني هون ما تغير شي عن هون صح هيدي التلت أما النص فحيكون دمي يعني هم ثلت كلمات ما في غيرهم كار ربع 20 ثلت و دمي نص بس شو اللي بيفرق شباب صبايا شو اللي بيفرق ركزوا معي كتير مني طيب أنا بدي أضطر افتح كاميرا لأنه بدي فرجيكم شي فركزوا معي شوي تمام أوكي إذا الساعة مبينة عليكم بالكاميرا ياريتوا تقولولي ولو مش مبينة قولولي كمان مش واضحة في ساعة قدامكم شباب صبايا ايه او لا ايو تمام خلوني بس أسألكم شي من الـ 12 وإنتوا جايين هيك الساعة بتكون ايه شو يعني ايه يعني و عشرة و خمسة و ربع و تلت من هون تمام يعني من الـ 12 بجهة اليمين أنا كل هذا بحط له حرف الـ منذ الـ 12 لليمين لحد الـ 6 طيب ويدة شر العكس اليسار رح نحط موان شو يعني موان يلي هو بالعربي نحنا بنقول إلا ركزوا معي برجعوا بقول شباب من الـ 12 للـ 6 يمين العقرب الكبير بحكي دايما هلأ عم بحكي عن العقرب الكبير شغلي بالدقايق العقرب الكبير لما بيكون من الـ 12 للـ 6 فأنا رح قول ايه شو بقصد باي يعني و أما لما بتكلم على العرب الكبير من هذه الجهة جهة اليسار فبقول إلا يعني موان موان واضح بتكون على الدقيقة 12 يعني أنا ما عندي شي تاني يعني خلص بيتر هلأ تركني من هيدول الكلمات رح أخبركن عنهم بعدين طيب طلعوا على التانية 8 وعندي على جاية على العشرة دقاية طب أنا قلت لكم من الهون لليمين لعند الستة منقول ايه بس مش بالأرقام 10 و 5 طيب مع أي أرقام بس مع الكار والدمي وال 20 أوكي وال 20 منقول ايه و موان بس مع الكار والدمي وال 20 منقول ايه كار ايه دمي وفيني يقول عن الفان فيني ما حط الله ايه دغري حط فان تمام طيب يعني أكتر شي بس مع الكار والدمي بس هولة التانية يعني ربع و نص الربع و النص بما أنه هنه مش بيلتزموا بالأرقام مش بيلتزموا بالأرقام فرح حطلهم ايه دايما أما مثلا الفان بما أنه أنا التزمت برقم فمتحطوله ولكن بالموة هنحط للفان مع الفان هنحط للموة ما في دمي عفوا ما في دمي يعني بالموة ما بستخدم الدمي طيب تعالوا نشوفها لأ هون عندي تمانية و عشرة فبقول ويتر ديس عندي تمانية و ربع بقول ديزر ايكار ايكار عندي تمانية و نص فبقول ويتر اي دمي طيب عندي هلأ تسعة إلا تلف فبقول نوفر موان ذا موان ذا موان يعني إلا إلا طيب هون موان لوكار ليه حطينا لوكار لأنه ما فيني قول موان كار موان لوكار بس بل موان لوكار بس هون تسعة إلا خمسة فبقول موان سنك طيب شباب بتكن ارجع عيد هاي دي أرجع عيد ما علي هاي رح نرجع نركز لما أنا بتكون الساعة عندي على الـ 12 يعني ما عندي ضقايق زيادة فبقول ويتر لما بتكون عندي وعشر ضقايق فبقول ويتر دي ويتر دي لما بتكون على الربع بقول ويتر كار إي كار إي كار يعني وربع وربع تمام لما بتكون على الو نص فبقول إي دمي إي دمي طيب هلا إلا عشرين يعني إلا تلت فبقول موان 20 إلا ربع موان الكار إلا كمس موان 5 إلا عشرة موان 10 طيب تمام تتشر شو هول اللي نحنا شايفين هلا هون وانتي محكي تي عن لحد هلا هول شو هول بما أنو أنا عندي ساعة ثلاثة بعض الظهر وثلاثة الصبح فأنا بحاجة أو مثلا تمانة بالليل وثلاثة الصبح فأنا بحاجة حدد وقت النهار يعني لو مثلا أنا بدي أقل لكم والله يا شباب بكرة رح أعطيكم حصة الساعة تمانة طيب أنتوا لحالكم ما رح تسألوني تمانة صباحا ولا تمانة مساءا هل أنا حددت لكم ما حددت لكم فالمفروض إني حدد لما بقول مثلا 8h ok du matin يعني أنا باتكلم عن تمانية صبح لما بقول 8h du soir يعني أنا باتكلم عن بالليل لما بقول de l'après-midi طبعا أنا ما بكون عندي 8 بالأaprès-midi مثلا عندي 5 شو يعني de l'après-midi يعني بعض الظهر طب شو يعني 12h وشو يعني منوي 12h بالليل طيب هارجع عيدا بس خدو ثاني وليكن نحن عنا أوقات النهار محطوطين على خط طويل تمام النص عندي هون شي اسمه midi يعني 12h من بعد 12h عندي شي اسمه apremidi شو يعني apremidi طبعا apremi تعني بعض بعض الظهر شو يعني swar يعني مساء شو يعني منوي منتصف الليل أوكي يبقى midi الظهر apremidi بعض الظهر swar بالليل ومنوي منتصف الليل أما بقى عندي فترة واحدة قبل الظهر واللي كلها تعد تسمى فقط الصباح الصباح en france c'est le matin هول الأوقات تحدد فقط لما أنا بكون عندي ساعة نفسها بالصبح والليل يعني مثل ما قلت لكم عندي ساعة عشرة الصباح وعندي ساعة عشرة بالليل لفرق مرة بقول dessert du matin مرة بقول dessert du soir حسب أنا شو بكون أصدع آخر شي رح أقوله متى الصبح midi الظهر apri midi بعض الظهر swar مساء منوي منتصف الليل اللي بحب ياخد screen shot لهيدي البورت ياريت ياخد يا جماعة هايدي الساعة هون اللي نعتبر 12 هذه الجهة بس عند الربع يعني car وعند وعند شو كمان قلنا car e والدمي بنحط e هايدي البورت كلها بنحط موان بكلن يعني من أول واحدة لهون 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 كله بنحط موان دائما بكلن بس الايه بنحط بس لهو الاتنين تمام طبعا هون الجهة الا وهون الجهة و ولكن الوا بس بتنوجد مع هول الاتنين الباقيين بنحط الأرقام عادية طيب شو السؤال اللي بسألوا ع طول للساعة هو كل نتبهو اتنين قال ليش هتتشر اتنين قال لأنه أنا بتكلم عن الساعة والساعة هي اسم مؤنث كلر e till دائما ودايما جوابي إلي بلا 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 ساعة واضح هدف فيكن عنده أي هون بيقولولكن عند الحديث عن الساعة نستخدم ال دائما 15 يعني ونص ولكن لما بيكون إلا فموان الكار كلمة دمي تأتي مذكرة بعد ميدي ومنوي وقبل كلمة أر يعني لما بيكون دمي جاي قبل الأر أو جاي قبل منوي أو جاي قبل ميدي فبتكون الدمي مذكرة ما منحط لها أ متى ما منحط الله بس لما أنا كون بتكلم عن الساعة وحطيت كلمة دمي في الآخر تأتي مؤنثة بعد كلمة أر ولا تجمع يعني بحط دايما بعد كلمة أر لما بتيجي دمي بعد كلمة أر بتيجي مؤنثة ولا تجمع تمام قال تستخدم الساعة لما أنا بتكلم عن جدول المواعيد وتسبق بحرف الجر أ يعني لما بدي يقول أنه أنا عندي حصة فرانش لنقول الساعة ثلاثة فبقول أتروازر أتروازر أوكي هي عملنا كمان سكرينشوت تانية للناس اللي دخلوا من بعد ما عملت أنا آخر مرة بشين ما حدا يقل لي يا تيتشر أنا كنت موجود لا فعليا أنت ما كنت موجود طبعا أنا مش عم بحكي مع الموجودين عم بحكي مع المش موجودين أساسا أوكي شباب فهيك يا جماعة بكون بقول هرجع عيد هايدي البورت بسرعة كلمة لما بدي أحكي عن الساعة بقول إيل دايما بستخدم الضمير إيل لما أنا بدي أتكلم عن الساعة إيل كذا إيل كذا إيل دائما إيل أوكي ف نستخدم عند الساعة إيل بمعنى و وموان بمعنى إلا فلو كان عندي عشرة خمسة عشر فهي ديزر إي كار عشرة ثلاثين إي دمي إلنا بس الكار والدمي اللي بنحط اللهم إي البقيين بس الرقم و الكارنت سنك لموان بتيجي بالكل لموان بتيجي يا شباب بالكل قلنا كلمة دمي لا تؤنث بدلا مذكر لما بيجي الدائما منوية أو ميدين وبرضو لما بتيجي وراها كلمة أر بتفضل مذكرة أما كلمة أر لما بيجي وراها الدمي فهي تؤنث ولكن لا تجمع وطبعا حرف الجرأة بنستخدمه لما أنا بدي أحدد أني أنا بسوي شي الساعة كذا أوكي يا حبيبي حدا عنده أي سؤال شباب أوكي تمام جماعة سمعوني الحصة الجاية إذا الله راد بتكونوا أنتوا قراد خلصتوا الاختبار عملتوا الحصة الجاية بدي أسمع الساعة بدي أسمع الكلمات إحنا خلصنا كل كلمات هذا اليونت ولا كان في إسا كلمات صبايا شباب مين بيتذكر تمام رح أطلب من عمر الجديد حبيبي لو أنت رح تفضل معنا الله يرضى عليك ابدأ وحفظ الكلمات للأسبوع الجاية حفظ لي هاي الصفحة ولو ما قدرت تحفظها كلها يا عمر صفحة 44 حفظ قد ما بتقدر قد ما بتقدر ما في مشكلة ولكن كل ما حفظت أكتر كل ما كان لألك أفضل اتفقنا يا عمر أوكي عمر اللي خرج عمر اللي خرج أوكي تمام شكرا جزيلا طيب فإذا جماعة رح أطلب منكن للحصة الجاية نراجع الساعة منراجع الساعة لأنه أنا بدي سماعة منراجع هاي دي لا خلص أنتوا قرردي هتراجعوا للاختبار ما بدي بس الساعة وبتعملولي بتعملولي 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 شو بتعملولي سجلوا عندكم بليز أو خدوا سكرينشات مين اللي في ياخد سكرينشات اليوم يلا يا عمر يلا لكن صوروا اللي يعملوا معروف هذه البارت هيدا ديفور هيدا وبرضو هون هيدا الإكزرسايز كمان بلوز اللي صوري صور لي هيدا الإكزرسايز هولي الديفور اللي بدي أنا أاخد على الدرجة عليهم للتقييم الأسبوع المقبل يلي بيعملهم اللي ما بيعملهم رح أعتذر منه حط صفر أوكي فبليز رانا بفتكر اللي بتصور رانا مرسي كتير لألك بليز صوري كمان هاي الصفحة أوكي بليز كمان صوري لصفحة الساعة واكتبي عليها مع الملاحظات واكتبي عليها للتسميع من بعد إذنك عشان درجة التسميع يا شباب ويا صبايا بتكون بالتقييم يعني في شيء اسمه التزام هذا له عليها بالتسميع أوكي طيب عمر يا عمر عم تسمعني عمر 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 اسمعني شفت اللي نحن رح نبعته اليوم لأصدقائك انت طبعا ما بدك تشتغلوا نفسه زيتهم معهم ولكن رح أطلب منك زيادة عنهم يا عمر قد ما فيك تحفظ من البيتش 44 تحفظ لألك أفضل إذا حفظت اتنين منيح تلاتة أفضل أربعة أفضل وأفضل يعني طبعا أربعة تايبل قصدي تمامي يا عمر شباب أول مرة ما فهمت عليك عمر شو قلت لي حبيبي أنا اللي رديت أول مرة آه عمر قصدك تبعنا لا أنا عم بحكي عن عمر الجديد لأنه عمر انت قررت يحافظهم حبيبي أنا عم بحكي عن عمر الجديد اللي لازم يحفظ أول صفحة اللي هي بيتش 44 مع الأشي اللي رفقاتك رح ياخدوهم تمام يا عمر آه تمام تمام أوكي طيب آه نحن هيك تقريبا من كون خلصنا بس بدي أشرح لكم هاي دي البارت وبعدين رح أقل لكم أورووار طبعا بقي دقيقة أو ربع إذا فصل الزوم ارجع ودخله بس بدي أخلص هاي دي ورح تكون آخر شي رح أعمله اليوم جماعة كلمات الأسئلة كل مرة عمي مرؤولنا مجموعة كلمات جديدة أورادي نحن كلهم عفكرة إخدينهم بالتورم الأول ولكن بما أننا عمي مرؤولون المفروض أننا نحن نشد عليهم ألور شو عنا هلأ بهيدا الشابتر شي مهم عنا الكل الكل بمعنى أية الكل إلى أربع أشكال كل 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 وكل كل يعني أية بقول مثلا كل لنقول أية سيارة أية ساعة هلأ بتكون قدي الساعة أية مثلا فإذا دايما بمعنى أية ولكن الأية بتختلف حسب الكلمة اللي بتجي وراها فلو إجت الكلمة اللي وراها مفرد مذكر رح حد كو أل لو إجت مذكر جمع كو أل أس لو إجت مؤنس مفرد كو أل أل أ ومؤنس جمع كو أل أل أس واضح يبقى الكل ترجمة نانسي قنقر